موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وزيكم وعملين ايه يا رب اكونوا في احسن حياة النهاردة ان شاء الله هنعمل المكارونة النجرسكو الرهيبة دي اللي انتوا شايفينها ايه طحفة جربوها ان شاء الله هتعجبكم ومتنسونيش بقى باللايك ولا اول مرة يشوفينيش في قناتي لايك وسامسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد تعالي نشوفو انا عملتها ازاي اول حاجة هنسمي بسم الله ونصلى على الرسول عليها اوضل السلام والسلام هنا معاي حلة فيها مية بتغلي حط فيها معلقة ملح ونص كيلو مكارونة هنا انا عملتها مكارونة قلم انت اللي تفضلي عايزة تعمليها مكارونة اسبكيت براحتك بس هي في المكارونة القلم بتطلع حلوة وفي نفس وقت المكارونة وهي بتتسلب هنعمل الخلطة الخلطة الفراخ اللي احنا هنحطها في المكارونة هنا هحطي شوية زي صغيرين ومكعب زبدة هنخلي الزبدة بس يسيح كده مع الزيت عشان لما ننزل بالفراخ تتشوح معنا بسرعة وهنا معي نص كيلو فراخ متقطع مكعبات صغيرة ومخصول ومصف كويس بس هنزل بالفراخ كده على الزبدة والزيت وهشوحهم الاول تشويحا اوه زي ما انتم شايفين كده هنخليها بس يتغير لونها وبعد كده هننزل بالبصل مبشور بصلاي كبيرة مبشورة سهل قوي بتتعامل مع بعض كده في نفس الوقت وتاخدش وقت وفي الاخر بتطلع نتيجةها حلوة له زي ما انتم شايفين حطيت البصلاي كبيرة مبشورة بس بعد ما الفراخ بتاخد لونها هنخليها بقى تسوي كده مع بعض هي استوت وشربة ميتها خالص المية اللي نزلت من البصلة على المية اللي نزلت من الفراخ خلاص كده هي استوت معايا خلاص انتأكدنا ان هي استوت هنحط الفلفل الالوان والتوابل اهو عايزة بقى تحطي مشرم حطي مشرم في الاول خالص مع الفراخ وهي بتتشوح يتشوح مع الفراخ ايه زي ما انتم شايفين كده هي كده خلاص استوت هحط لها التوابل هنا معي نص معلقة ملح نص معلقة ملح صغيرة ونص معلقة فلفل قصد برضى صغيرة ورش التوم بودر بس هقلبها كده كويس خلاص كده هي استوت معنا وفي نفس الوقت المقارونة كمان استوت هنحط الاتنين على بعض هيا حط الحشوة دي على المقارونة واقلبها كويس ولازم تعمليهم الاتنين كده مع بعض علشان المقارونة من لو سبتيها هتعجن معاكي لما بتحط لها الحشوة ما بتعجنش وبتبقى حل اهي زي ما انتم شايفة كده حتى لو سبتيها كده بالطريقة جين ما بتعجنش خالص لكن لو سبتيها من غير ما تحط لها الحشوة بتعجن معاكي هنعمل بقى البشاميل احط حوالي ثلاث معلق كبار زيت واربع مكعبات زبدة لازم الزبدة والزيت يكونوا اكتر سنة بسيطة من الدقيق علشان الدقيق يبقى سايل معاكي الزبدة والدقيق وسايلين مع بعض وما عملوش تكتل في البشاميل لو الدقيق ازيد من الزبدة هتتكتل ومش هتعرفي فكها في اللبن هنا حطيت اربع معالق دقيق كبار بصوا هقلمهم مع بعض هيعملو لي قوام سايل ازاي اهو زي ما انتم شايفة كده الحركة دي مهمة جدا في البشاميل بس كده بصوا خليتها تغلي بس غلبة واحدة وهنزل عليها كيلو لبن البشاميل اللي بتاع الجريسكو بيبقى خف كتير من البشاميل العايزة او البشاميل بتاع الماكرونة البشاميل وهنا زي ما انتم شايفة كده انا مستمرة في التقليب علشان اتاكد ان الدقيق ده بخالص مع اللبن وسبته يغلي غلوة عشان اللبن احنا كنا حطينه سائعا او بصوا كواما عامل ازاي بعد ما غليت غلوة انا مش هتقل عن كده خلاص هحط هنا كده شوية جبنة مزرلة يسيخو اهي وبعد كده هنزل بالتوابل وخلاص هنقفل عليها وكده يبقى البشاميلة معنا خلاص هقلب بصي التوابل دي كويس اللي هي نص معلقة تفيف الاسود وملح بس مش بحط اكتر من كده هيقلبها كويس وخلاص كده انا قفلت عليها وكده البشاميلة جاهز وهنا هعمل صانية النجريسكو اول حاجة بحط ربع كباية لبن فقاعة الصانية دي مهمة جدا لانه بتخلي المكارونة من تحت ما تنشفش وما تلزقش في الصانية وهنزل بخليط اللي احنا عملناها مع بعض المكارونة على الفراخ وهنا ما بضغطش المكارونة لان احنا عايزين البشاميل ينزل في كل مكان فيها وهنا هنزلت في البشاميل اللي هو زي ما انتم شايفين البشاميل الخفيف خالص علشان ينزل في كل حتة في المكارونة بس وهنا فيه تركة مهمة قوي انا بحط في الاخر خالص نص كباية لبن ايه زي ما انتم شايفين اهي اللبن فوق ليه علشان لما تدخل في الفرن ما تنشفش معنا وبيساعد كمان ان البشاميل اللي يتوزع في الصانية كلها وهو زي ما انا بقول لكم كده نص كباية اللبن دي مهمة جدا من فوق الوش خلاص كده هحط عليها جدا مونزريلا وهدخلها الفرن سخن هتبقى هتدخل في الفرن ربع ساعة بس وبعد كده نفتح الشوية تاخد لوم من فوق وكده خلاص المكارونة جاهزت معاك اللي هاش تاخد تقعد كتير في الفرن علشان ما تنشفش منك قوي وهنا طبقة الجدنا دي مهمة جدا لعشان هي اللي هتدالنا البش او زي ما انتو شايفين انا وزعت الجدنا هنا كده كويس وهدخلها بقى الفرن سخن هي ربع ساعة بس بعد كده هفتح الشوية او زي ما انتو شايفين هي خرجت تحفة بجد والله هيجربوها ان شاء الله هتعجبكم اهي هاورعلكم من جوه طريقة جدا والبشاميل داخل في كل مكان فيها لو استكفيت بالبشاميل بس بتطلع معاك تقيلة وبتبقاش خفيفة وجوسي كده من جوه شايفين جوسي من جوه ازاي اهي والبشاميل اللي داخل في كل مكان فيها هاورعلكم اكتر ها يبصوا طحفة جربوها ان شاء الله هتعجبكم متنسونيش بقى باللايك ولا اول مرة يشوفني يشوف قناتي لايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد السلام عليكم ورحمة الله